اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلت الضبي ابراهيم بن مسلم المكتوب الجنيبي من يقدم لنا انطلاقة الضبي وايضا الوصول في هذه اللحظات من قبل المشاهدين المتابعين الكرام وجد عبدالله بن غصاب المصبح راعة طيره العامري من يقدم لنا وجد القادمة بهذه الأداء المميز وايضا هناك سمحة عوض بن ناصر بن حمود المالكي من يقدم لنا سمحة اللي تحتل المركز الخامس بينما سادس التحديات مصيحة عمير بن عبيد بن عمير الاكتب من يقدم لنا انطلاقة مصيحة والمركز السابع أسرار سالم بن مصبح بن تعيب الاكتب من يقدم لنا انطلاقة أسرار وايضا الوصول شعار بن رشيد من بدأ يتقدم الآن مع اشتعال أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا اشتعال بهذه الأداء المميز بدأت تتسلل من مركز إلى مركز بدورنا نتابع المركز الثامن هناك القادم عوائد راشد بن خميس العمري من يقدم لنا انطلاقة عوائد والمركز التاسع الوصول والانطلاق مع طرف حمد بن بخيت بن أحميدي بن برقان هو القادم في هذه اللحظات ضيفنا العزيز القادم من دولة قطر ايضا نتابع المركز التاسع الوصول هنا والانطلاق ما أدنك سعيد بن بطي بن محمد بن صبح الشامسي والمركز العاشر أختم بها نداهي الضبي سلطان بن حمد بن راشد المشايخي قادم على المركز العاشر هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في نداينا الأول لهذا الشوط العودة للمقدمة العودة للصدارة إلى الانطلاق الأول مع انتصافنا لمسافة الأربعة كيلو مترات وهناك على المركز الأول من حاف من حاف بشعار بن بدر على المركز الأول محمد بن عبد الله بن بدر العامري من يقدم لنا من حاف اللي تتواجد على المركز الأول وبدأت تباعد المسافة ما بينها وما بين بقية المراكز لتعزز هذا النموس الغالي لتنطلق بالصدارة وعلى المركز الأول باحث عن الفوز والانتصار وعن تسعيرة هجن الرئاسة المركز الثاني الوصول هناك على ثاني التحديات والانطلاقات وصلت أدنك سعيد بن بطي بن محمد بن مصبح الشامسي من المركز العاشر إلى المركز الثاني تتقدم بهذا الأداء المميز تتسلل من مركز إلى مركز المركز الثالث أسرار سالة بن مصبح بن تعيب الاكتبين من يقدم لنا أسرار والمركز الرابع الوصول والقدوم مع الضبي ابراهيم بن مكتوم الجنيبي من يقدم لنا انطلاقة الضبي وإذن هناك الضبي مع المشايخي سلطان بن حمد بن راشد المشايخي بدأ يتقدم شعار بن رشيد في هذه اللحظات اشتعال للسيد أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا انطلاقة اشتعال العودة للمقدمة العودة للصدارة إلى الانطلاق الأول إلى منحاف محمد بن عبدالله بن بدر العامر من يقدم لنا منحاف على المركز الأول منحاف على الصدارة على الانطلاق الأول والتحديات الأولى مشاهدين متابعين الكرام مع الثمانمائة متر الأخيرة والخطيرة ومنحاف على الصدارة وعلى المقدمة نتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات على المركز الثاني وصلت أدنك سعيد بن بطي بن محمد بن مصبح الشامسي من يقدمنا من يقدمنا انطلاقة يدنك وإيضا حضرت في هذه اللحظات وتقدمت الضبي سلطان بن حمد بن راشد أهل المشايخ وشعار بن برقان يتقدم من الجانب ليمن ولكن العودة العودة للمقدمة العودة للصدارة إلى الانطلاق الأول جولة التحديات جولة لوامر الخمس مئة متر الأخيرة والخطيرة وشعار بن بدر حمد بن عبد الله بن بدر العامري من يقدم لنا من حافة على المركز الأول على الصدارة بن برقان قادم وأيضا أدرك سعيد بن بطي بن مصبح الشامسي وهناك طرف حمد بن بخيت بن حمدي بن برقان بن برقان يحضر في الأمتار الأخيرة ويقدم لنا طرف على المركز الأول تنطلق بهذا الأداء المميز أبناء دولة قطر أبناء الشحانية ينطلقون بهذا الناموس المميز في هذا المهرجان الكبير طرف حمد بن بخيت بن حمدي بن برقان من يقدم لنا طرف أهالي الشحانية تهانينا والناموس لحظات وصولها وفوزها بمسار وتحديات هذا الشوط المركز الثاني أدنوك سعيد بطي بن محمد بن صبح الشامسي على المركز الثاني والمركز الثالث وصلت الضبي سلطان بن حمد بن راشد المشايخي والمركز الرابع عوايد راشد بن خميس الأمري المركز الخامس أسرار سالم بن صبح بن تعيب الكتبي هكذا مشاهدينا متابع الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط طرف للسيد محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان وتذهب بالسلامات من هنا من إمارة عجمان إلى ميدان الشحانية في دولة قطر تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار هنا لحظات الإعادة لحظات الفوز والانتصار ولحظات التوقيت الزمني لطرف تعود ملكية ترسيل محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان تهانينا والناموس التوقيت الزمني من مسافة الأربع كيلو مترات كما تشاهدون على شاشة قناة ياس الرياضية المتابعة لهذه التحديات ولهذه الأحداث التي تدور هنا على أرضية ميدان التل التوقيت الزمني ستة دقائق عشر ثواني بالوفاء والتمامي والكمال تهانينا والناموس بينما المركز الثاني أدنك سعيد بن بطي بن محمد بن مصبح الشامسي والتوقيت الزمني ستة دقائق عشر ثواني ستة ترزاء من الثاني تهانينا والناموس في المركز الثالث وصلت على ثالث التحديات الضبي سلطان بن حمد بن راشد المشايخي والتوقيت الزمني لصاحبة المركز الثالث ستة دقائق دعشر ثاني بالوفاء والتمام تهانينا والناموس لجميع البايزين شعب شعب نعسى ستدار ومود لك في الآمار كيف ماشي